اشتركوا في القناة وسوف يشاركنا تجربته أرحب بك مرة أخرى في البرنامج وأنا سعيد جدا باستضافتك والسلام عليكم عليكم السلام عظيم أن أكون هنا معك السلام عليكم يا حبيبي أهلاً تحدثنا في الحلقة السابقة عن الرب والعلاقة معه وأنه خلقنا من أجل هدف أن نعرفه وأن تكون لنا علاقة حية به اليوم أود أن أتناقش معك في موضوع كان يزعجني قبل أن أتعرف بيسوع المسيح وهو يتعلق بفكرة الثالوث أنا كمسلم كنت أنظر إلى كل المسيحيين على أنهم يؤمنون بثلاثة آلهة مختلفة ما هي نظرتك لهذا الأمر قبل أن تتعرف على يسوع المسيح؟ أنا أفهمك فكنت دائماً أعتقد أن اليهودية والمسيحية والإسلام هي أديان توحيدية وعندما سمعت عن مفهوم الثالوث لم يبدو الأمر معقولاً بالنسبة لي عندما سمعت ذلك لم أفهم كيف تكون عقيدة توحيدية أعتقد أن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة وليس من السهل فهمها عندما كنت أسمع عن الله الآب والابن والروح القدس كنت أقول واحد وواحد وواحد يعني ثلاثة أعني لم تبدو المسيحية بالنسبة لي ديانة توحيدية على الإطلاق كنت أظن أنهم يؤمنون بثلاثة آلهة كيف ترى أنت الآن مفهوم الثالوث أو هل أنت مستريح لهذه الكلمة والاستخدامها كيهودي يتبع المسيح؟ في الحقيقة لم أكن مستريحاً لهذه الكلمة أعتقد أنها ليست الكلمة المثلة للاستخدام لأنه من السهل إساءة فهمها أعتقد أنه خلال النشأة الأولى كانت إحدى الصلوات الأساسية التي كان يتعلمها كل طفل يهودي هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد نعم سفر التاثنية الأصحاح السادس والآية ربعة نعم كان يجب أن تفهم أن اليهود يؤمنون بوحدانية الله تماماً مثل ما يؤمن المسلمون بالوحدانية نعم أنا كمسلم كنت أؤمن بصورة الإخلاص والتي تقول قل هو الله أحد الله الصمد فكلمة أحد أو واحد موجودة نعم ولهذا كانت عندي مشكلة في أن أسمع أن هذا الإله ليس واحداً ولكن ثلاثاً آب وابن وروح قدس نعم ولم أستطع أن أعقل ما سمعت أنا أفهمك تماماً فقد كان لدي صراع في هذا الأمر حتى استطعت فهمه فالكثير من اليهود كانوا يقولون الشيء نفسه وأن هذا ليس إيماناً توحيدياً وأنه ينتهك وحدانية ووحدة الله بالنسبة لنا نحن الاثنين كتابعين ليسوع الآن أهو ثلاثة آلهة أم إله واحد بالنسبة لنا؟ هذا السؤال هو واحد هو واحد فنحن متفقان على أننا نتبع ونؤمن بإله واحد نحن نؤمن بإله واحد وإلا نكون عبدة أوثين فما الفرق إذن؟ هل كان علينا أن نبقى مسلمين أو أن نبقى في المجمع؟ لماذا نفعل كل ذلك؟ أو أن هذه الوحدانية ربما لها جانب مختلف؟ نعم يجب أن نفهم جيداً معنى كلمة واحد عندما نقول إن الله واحد وهناك عدة طرق مختلفة لفهمه أحد الطرق لفهم ذلك هو أنه عندما يقول الكتاب المقدس إن الله واحد فإنه يقول إنك يجب أن لا تسجد لأي إله آخر ويجب أن تعبده وحداً لا أي إله آخر فبكل تأكيد نحن نؤمن أننا لا نعبد أي إله آخر سوى إله واحد حتى العهد الجديد يؤكد أن الله واحد ثم علينا أن نسأل أنفسنا كيف يمكن أن يكون الله واحداً بينما نقول إنه الآب والابن والروح القدس والسؤال الذي يجب أن أسأله هو هل ينتهك هذا كون الله إلهاً واحداً؟ لقد تكلمت عن صلاة إسماعي إسرائيل هل هي عقيدة؟ هل يرددها الناس كل يوم؟ أو أنها ماذا؟ هذه هي العقيدة والصلاة وهي التأكيد اليومي لوحدانية الله والتي يرددها كل شخص يهودي حينما يستيقظ في الصباح وحينما يخلد إلى النوم ليلاً لذلك فهذا هو الأساس هذه هي أول صلاة يتعلمها كل طفل وهي أول صلاة علمتها لأولادي والتي تقول إن الله واحد هو واحد هو واحد وهذا الواحد في ثلاثة أشكال ربما ثلاثة أسماء ربما وإذا لم تكن مستريحاً لهذه الكلمة كيف يمكنك أن تصفه؟ أعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى المعنى الفعلي لكلمة واحد وهل هناك حتى احتمال؟ لأن نقول إن هناك أباً وابناً وروحاً قدساً وأعتقد أن أول مرة نرى كلمة واحد تستخدم في الأصحاحات الافتتاحية من بيراشيت أو التكويم فيها ويقول الله سوف نعمل الإنسان على صورتنا على مثالنا وفي نفس شبهنا ثم يستطرد قائلاً إنه خلق الرجل والمرأة ثم يقول عن الرجل والمرأة ويكونوا لاثنان جسداً واحداً فهم اثنان مختلفان ثم يصيران واحداً يمكن لكلمة واحد أن تعني وحدة مركبة فتوجد فكرة الوحدة البسيطة ثم هناك فكرة الوحدة المركبة حيث يصير اثنان واحداً في اتحاد ووحدة وأحدهما مع الآخر وهذا هو معنى محتمل لكلمة واحد فقد استخدمت أن الرجل والمرأة يصيران واحداً وهناك جزء آخر حينما يذهب الجواسيس لتفقد الأرض ويعودون حاملين معهم عنقوداً واحداً عنقوداً واحداً من العنب فهنا يشير إلى حمل هذا الواحد على عمود السؤال هنا هل هو عنب واحدة؟ لا هو عنقود واحد هو واحد هو عنقود واحد لكن يحمل عنباً كثيراً لكن به الكثير من العنب ولكن كلمة واحد تنطبق عليه في الواقع هناك كلمة في العبرية تعبر عن الوحدة هي خيدة والتي تعني وحدة بسيطة بمعنى عدم إمكانية وجود واحدة مركبة فردية أي ليست مركبة لذا أعتقد أنه من الواضح أن كلمة واحد يمكن أن تستخدم للدلالة ليس فقط على الوحدة البسيطة ولكن أيضاً على الوحدة المركبة وأنا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي نفهم بها الله هو واحد ولكن يعبر عنه في الآب والابن والروح القدس ولكن ماذا يعني أن يكون لك ابن وآب لأنه بالنسبة لي كمسلم كنت أفكر في عائلة الله تلك وكأن الثلاثة يجلسون معاً فيما يرسم أحدهم لهم صورة معك حق وخاصة مع الله الآب أستطيع أن أفكر في الله أو يسوع والروح بالنسبة لي هو الملاك جبرايل أو يمكن أن يكون نبياً لهذا لم أستطع الربط بين هؤلاء الثلاثة معاً بكل تأكيد أعتقد أنه على أحد الأصعيدة علينا أن نفهم أن هذا أمر يحيطه بعض الغموض فلا مجال للفهم الكامل أو الشرح الكامل كيف لثلاثة أن يكونوا واحداً تلك مصطلحات بشرية ونحن نحاول أن نستخدم أقصى إمكانياتنا لوصف الإله أعتقد عندما نرغب في شرح الأمر نعود إلى كيف يتواصل الله مع البشر لذا لنفهم ذلك علينا أن نعود إلى البداية في سفر التكوين حيث يقول في بيراشيت بيرا تعني في البدء خلق الله وكلمة بارا أي الخلق من عدم تتكون من ثلاثة حروف حرف البيت والريش وحرف الألف وأنا أعتقد أن هذا يشير إلى ما أسميه الألوهية ليس إلى الثالث ولكن إلى الألوهية وداخل الألوهية يكون حرف البيت ممثلاً للابن والريش يمثل الروح أو الروح القدس والألف تمثل الآب أو آبا لذا نجد هنا فكرة أنه بالعودة إلى بدء الخليقة كانت هناك مشاركة من الإبن ولديك مشاركة الروح وكذلك مشاركة الآب ومن الواضح أنه عندما ننظر إلى الخليقة إلهيم الله يتكلم والروح كان الآية تقول يرف على وجه المياه فالطريقة التي بها أفهم الأمر هي أن السبب في الانتقال من الإبن إلى الروح إلى الآب هو أن الإبن هو أكثرهم مادية فهو يقول إن الكلمة صار جسداً وحل بيننا يمكننا أن نرى يمكننا أن نتكلم معه هو مثال لكيف نعيش وإلا فلن نستطيع أن نعرف الله لا يمكننا أن نرى الروح ولكننا يمكننا أن نشعر به ونشعر بتحرك الروح في حياتنا وفي وسطنا وكما يعلمون في اليهودية وفي الإسلام لا أحد يرى الآب إن الله الآب هو متعال جداً لدرجة أنه لا سبيل إلى معرفته أو التواصل معه فهو ليس كمثله شيء ولذا حينما طلب واحد من تلاميذ يسوع أن يريهم الآب أجاب يسوع لا يستطيع أحد أن يرى الآب لكن من رأاني فقد رأى الآب هذا يعني أن الفكرة الموجودة في الإسلام أن الله بعيد متعال ولا تمكن رؤيته هي فكرة حقيقية في ذاتها فلا خطأ في ذلك هذا صحيح ولكن الله أكثر من ذلك بكل تأكيد الفكرة هي كيف نجمع بين معرفة الله وحقيقة أنه متعال وليس كمثله شيء وقسيته وجلاله ورهبته وعدم القدرة على معرفته وعدم القدرة على فهمه هذا كله يمثل الآب ولكن كيف لنا أن نعرف هذا الواحد إنه يجعل نفسه معروفا من خلال الابن وقبل أن يسمى الابن ابنا كان هو الكلمة كان هو الكلمة الكلمة كلمته كلمة الله كلمة الله ويقول إن الكلمة صار جسدا وهذا في غاية الأهمية كيف لي أن أعرفك كيف يتسنى أن أعرفك أستطيع أن أعرفك من خلال الكلمات التي تخرج من فمك هذه هي الطريقة الوحيدة لكي أفهمك ويقول يسوع من فضلة القلب يتكلم اللسان فكيف لنا أن نعرف قلب شخص ما عن طريق الكلمات التي تخرج من فمه إن الكلمات تمثل القلب والمشاعر وجوهر كيان الشخص ويسوع هو الكلمة بمعنى أنه إن أردت أن تعرف الله وإذا أردت أن تعرف قلب الله انظر إلى من انظر إلى الابن فبدون معرفة يسوع سنعرف فقط القليل عن الله سنعرف القليل عنه فقط لأنه ليس كمثله شيء ولا تمكن معرفته فأنت تقول إن اليهودية والإسلام هما في هذه المرحلة لأنهما لا يعرفان الإبن أنا أعتقد أن هناك شيئا جوهريا مفقودا من الواضح في الكتاب المقدس اليهودي أن الله يظهر نفسه للبشر مثلا من خلال الشكينة ومن خلال التجليات ومن خلال الروح فالله يظهر نفسه ويظهر في علايقة المشتعلة ويخود بني إسرائيل في سورة سحاب من الدخان في النهار وكعمود نار في الليل ويظهر لإبراهيم عندما ظهر له في هيئة ثلاثة رجال رقم ثلاثة مرة أخرى الله يظهر في هيئة رجل فهناك تلك التجليات وتجسد يسوع أي أن الله يصير جسدا هو تمثيل الأعظم والطريقة التي يمكن بها أن نفهم الله فهذا يعني أن الله في اليهودية ليس متعاليا بالكامل فهو قد أظهر نفسه من خلال عدة أشياء مختلفة وإذا قرأ يهودي وبحث في الكتاب المقدس سيجد هذا الإله الذي يمشي ويتكلم والموجود في الزمان والمكان دوما كانت هذه رغبة الله فنقرأ أنه حتى في جنة عدن هناك آية تقول الله يسير عند هبوب ريح النهار مع آدم وحواء وبعدما أخطأ آدم وحواء طرد من الجنة ولم يستطيع أن يختبر الله أو أن يسير معه بنفس الطريقة ولكن طالما أراد الله أن يسير في وسطنا إنها الخطية التي سببت هذه المشكلة والقطيعة أقول ذلك لأن في الإسلام الله لا يدخل الزمان أو المكان وأيضا لن يظهر نفسه في شكل إنسان ولا حتى يظهر في شكل علاقة مشتعلة ولذا تجد مفسرين يجدون مشكلة من تكلم هناك؟ هل كان المتكلم هو روح الله؟ هل هذا صوته؟ من الذي تكلم هناك؟ نعم نعم تفضل أنا أعتقد أنه ما كان لنا أن نعرفه لو لم ينزل الله ولم يكشف عن نفسه وعن من هو فلو لم يتكلم الله ولم يتجلى لنا لم يكن هناك سبيل لذلك بل ربما يكون مستحيلا فهناك فكرة الإعلان العام السموات تحدث بمجد الله وترى نظام الطبيعة والذي يقودك إلى القول إنه لا يمكن أن يوجد كل هذا من عدم بل يجب أن يكون هناك مصدر لهذا وأنه لا بد من وجود خالق ولكن نظام الطبيعة لا يخبرنا الكثير عن طبيعة ذلك الخالق إلا في حالة إظهاره لذاته بطريقة ما إذن الإعلان العام من خلال الطبيعة قد يخبرنا بشيء ما عن الله لا نستطيع معرفته إلى أن يأتي ويدخل المكان والزمان ويتكلم إلينا بكل تأكيد نعم ماذا عن روح الله كما نسميه الروح القدس في العربية هل هو ملاك ملاك مثل ملاك جبرايل كما يقال إذن فهذا إنقاص من شأن الروح القدس حصره في ملاك ما المشكلة التي تجدها إذا قلت لك إن الروح القدس هو ملاك يجيء ويذهب مرة أخرى أعتقد أن هذا يعني أن الروح القدس من منظور كتابي هو الطريق الذي به نجد التواصل الكامل مع الآب ومع الابن لذا أعتقد أنه كتابيا جزء من أهمية ذلك هو الرجوع إلى الغرض الأساسي من الخليق ولأن هناك الآب والابن والروح القدس توجد وحده وتنوع في الخليق فهذا يماهد لنا القدرة على أن تكون لنا وحدة ومجتمع واستكل الأفراد في هذا العالم فلا سبيل لنا أن نكون واحدا ولكن لأنه واحد يمكننا أن نكون واحدا بعضنا مع بعض وأن نصير واحدا معه ونحن كثيرون إلا أننا يمكننا أن نصير واحدا أيضا هناك فكرة وجود الله في الخلق والإعلان والخلاص في عمل مشترك فالأمر كأن الآب لديه رغبة في الخلق والبناء وفي المقابل الإبن هو المعماري والروح هو الشخص الذي يقوم بالعمل فعليا إذ يرفرف على وجه المياه فهو كان هناك كان هناك منذ البدء وقد أتى بالخليقة والأمر ذاته ينطبق على الخلاص فالآب يأمر بالخلاص والفداء والإبن هو المفوض الذي يبذل حياته ليجعل هذا الخلاص شيئا ممكنا وأيضا الروح هو من يأتي إلينا ويسكن فينا حتى يكون لنا هذا الاتصال مع الآب والإبن بصورة دائمة فهم ليسوا ثلاثة بل إله واحد إله واحد يتجلى من خلال هذا التجلي ثلاثي الأبعاد وأنا أعلم بالنسبة لنفسي أنه من الأفكار التي أراها قوية هي تلك الفكرة الخاصة بوجود التكوين ثلاثي الأبعاد في كل شيء ذي أهمية في هذا العالم أعطونا مثال على سبيل المثال بدأت أسأل سؤالا وهو إذا كان الإنسان مخلوقا على صورة الله ألا يجب أن نكون ثلاثي الأبعاد في طبيعتنا؟ نعم فنحن جسد ونفس وروح هناك جانب ثلاثي الأبعاد للإنسان المخلوق على صورة الله والله خالق وكاشف ومخلص وحينما تنظر إلى كلمة الله يجب أن تعكس كلمة الله شخصية الله وطبيعته وفي الكلمة المقدسة هو تكوين ثلاثي الأجزاء الشريعة والكتابات والأنبياء والمعروف بالعهد القديم أي أصفار موسى الخمسة قد أعطيت في اليوم الثالث من الشهر الثالث من خلال المولود الثالث دوما هناك تكوين ثلاثي الأبعاد حتى العبادة لها تكوين ثلاثي الأبعاد أيضا فاليهود يصلون ثلاث مرات في اليوم والشماء لها ثلاثة أقسام والهيكل الذي كانوا يعبدون فيه كان ثلاثة أجزاء وهناك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم الآباء الثلاثة لليهود هناك طبيعة ثلاثية الأبعاد لماذا؟ لتعكس طبيعة الله نفسه الثلاثي الجوانب نظن أحيانا حينما نتكلم عن هذا الموضوع الآب والابن والروح القدس سيدور حديثنا عن المسيحيين نعم ولكن في الواقع هذه العقيدة ليست اختراعا في العهد الجديد فهذا موجود منذ البداية وأصله موجود في اليهودية إن أصله موجود بشكل واضح في اليهودية رغم أن بعضا من الحاخامات اليوم لا يحبون الاعتراف بذلك ولكن بعضا من الحاخامات القدامى يتحدثون عن ذلك الحوار الواقع في السماء أنه قبل أن يخلق الله العالم فإنه تكلم بالفعل مع المسيح وقال له إنه لن يخلق العالم إلا إذا قبل المسيح الألم والموت من أجل البشرية لأن الله يريد أن يخلق الدواء قبل الداء فهناك فكرة المسيح السماوي الكائن من قبل الوجود في الكتابات اليهودية القديمة مثل مخطوطات البحر الميت أو حتى في تلميحات في مقاطع في سفر دانيال سنتحدث عنها واو فهذا يعني أننا يجب أن نبعد عن فكرة وجود ثلاثة آلهة أو فكرة ثلاثة آلهة يجلسون جنبا إلى جنب ولكن هذه هي الطبيعة الحق لوحدنية الله بكل تأكيد نحن نؤمن بالطبيعة الحق لوحدنية الله والتي تعبر عنها فكرة الإله الذي يتجلى في عدة تجليات ويتفاعل مع هذا العالم نعم هل تلعب فكرة الآب والابن والروح القدس أي دور في قرارك أن تؤمن وتتبع يسوع المسيح وتكون مسيحيا؟ هل هي شيء موجود في حياتك اليومية؟ أو هي عقيدة نناقشها ونضعها بطريقة فلسفية؟ أو أنها تمثل شيئا شخصيا لك؟ أعتقد أنها تمثل أمرا شخصيا جدا ومهما لأن واحدا من الأمور التي أؤمن بها كما قلنا أن الابن يسوع هو الذي يقدمنا إلى الآب وأيضا هو الشخص الذي عن طريقه تمكننا من معرفة الآب وتمكننا من التواصل مع الله ثم يوجد الروح الحي والذي يعيش بالفعل فينا ويمكننا ويقودنا ويرشدنا ويوجهنا فحتى عندما نتعبد نحن نصلي صلاتنا للآب من خلال الروح في اسم الابن بمعنى أن ذلك على أساس ما عمله من أجلنا كمخلصنا كمسيحنا هل تعتقد أن هناك مشكلة في الإيمان بالإله الفرد؟ بمعنى أنه واحد وحيد أزلي أبدي لا يعرفه أحد ولا يستطيع أحد أن يتكلم معه؟ أهناك مشكلة في فكرة إله مثل هذا؟ أو أن هذا يجعل الأمور أسهل؟ فنقول إنه واحد بعيد وهو لا يتعامل معنا نحن لا نعرفه وهو يعطينا فقط بعض الوصايا لننفذها لا ما سأقوله هو لو كان كل ما فعله الله هو أن يخلق الكون ثم انتهى من عمله ورحل لما كانت هناك إمكانية لوجود علاقة حقيقية لا يمكن أن يوجد حب حقيقي بين الخالق وخليقته إلا إذا كانت هناك طريقة للتواصل بين الاثنين وهذا يعود إلى طبيعة الخليقة منذ البداية فالله خلق السماء والأرض لذا كان يجب على الله أن يجد طريقا للتواصل مع البشر والطريقة التي عمل بها هذا الاتصال كانت من خلال الإبن والروح فمن خلالهما تمكن من ربط السماء والأرض مثل ما نجد أن روح الله يرف على وجه الغمر في البدء كان التعبير هو يرف على وجه المياه تخيل معي الروح وهو يتحرك على وجه المياه أمر موحي ولكنني أعتقد أيضا أن علاقتهم هي بالنسبة لنا مثال لشكل العلاقة الحق المفترض أن تكون موجودة آمين هل لقدتنا في صلاة لهذا الإله الواحد الذي أعلن عن نفسه لنا ويريد أن نعرفه؟ إننا نطلب الآن يا رب من روح الله روح الحكمة والمحبة والإعلان أن يساعدنا على فهم هذا الإله الواحد وكيف يعلن عن نفسه في الخليقة يعلن عن ذاته لأبنائه وبناته لذا نطلب يا رب أن تفتح قلوبنا وعيوننا إذا كنا نصارع لنفهم إذا كنا نصارع في فهم ذلك فإننا نطلب أن تنير من خلال روحك وأن تساعدنا على فهم هذا السر العميق فهم حكمته وحقيقته وأهميته بالنسبة لحياتنا لذا أبارك كل أصدقاء هؤلاء باسم يسوع آمين 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 قبل أن ننهي هذه الحلقة الممتعة حقا بالنسبة لي شخصيا أعتقد أن إلها لا يتكلم ولا يتواصل معنا هو إله لا يمكننا أن نعرفه صحيح وأنا أعتقد أنه توجد جوانب خاصة بالله لا يمكن أن نفهمها بدون وجود علاقة بكل تأكيد وإذا كان الإله فردا لن يتواصل مع أي شيء نعم ولهذا لا نستطيع أن نشرح فكرة الله محبة أو فكرة أنه قدوس بالنسبة لنا هذا صحيح نعم إن الله يصين بأن نحب بعضنا بعضا لأنه هذا الحب كان موجودا في نفسه من البداية وهذا ينطبق أيضا على الزواج وعلاقة الارتباط أو الزواج بين الرجل والمرأة هي قائمة على حقيقة أن الله لديه علاقة قوامها المحبة وحقيقة وجود مساواة داخل تلك العلاقة هو مثال آخر لكيف يجب أن نتعامل بعضنا مع بعض جيسون من كلامك فهمنا أن الله في علاقة معنا قوامها المحبة هل تعتقد أنه قد خلقنا أيضا بالقدرة على أن نتوق لهذه العلاقة معه؟ بكل تأكيد أعتقد أن هذا السبب وجود كل تلك الأديان في كل دول العالم أعتقد أن الناس يدركون أنه لا بد من وجود شيء أكثر عنقا وأنه بعيدا عن إيجاد ذلك الشيء الأعظم لا معنى ولا هدف للحياة فالكل باطل ما الذي نفعله بمحاولة الدخار كل تلك الثروة وكل تلك الأشياء ونتركها ونموت لقد حاول فراعين مصر أن يفعلوا ذلك لم ينجح هذا الأمر معهم وهناك مقولة مفادها أنك لا ترى إطلاقا سيارة نقل تحمل أشياء المتوفي وراءه لا يمكنك أن تأخذ ممتلكاتك معك فهذا أمر محزن جدا تلك في الواقع هي مشكلة الدين فالدين يحاول دائما أن يؤثر في الناس لأن يذهبوا ويسعوا وينفذوا أشياء ولكن الله يدعونا إلى علاقة أشكرك جدا يرى باي جيسون لما شاركتنا به وأتطلع إلى الحلقة القادمة إذن ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أود أن أقول لك في نهاية الحلقة إننا نؤمن بإله واحد والذي أعلن عن نفسه في الآب والابن والروح القدس ويريد أن يعيش فينا ومعنا وأن يصحبنا من الآن وإلى الأبد هذا الإله أرجو وأتمنى وأصلي أن تسعى لمعرفته لأنه يبحث عنك لسنين عديدة ولأنه أيضا يحبك أشكرك مرة أخرى يا رباي جيسون على وجودك معنا وسنراك المرة القادمة يا أخي أنا أحبك أنا أحبك أيضا ترجمة نانسي قنقر